التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران يشهد منعطفات خطيرة فبينما تداول طرفين إمكانية حصول محادثات بينهما نعود اليوم لنرى المشهد وقد عاد إلى التصعيد من جديد مستجدات هذا التوتر في سياق التقرير التالي تزداد السفن العسكرية الأمريكية في الخليج العربي ويزداد معها التوتر بين الولايات المتحدة وطهران التي تستند على قدرتها العسكرية لمجابهة أي حرب عليها يرى المراقبون أن المشهد الحالي في الخليج العربي يشبه إلى حد كبير الوضع قبل حرب العراق حيث يتصاعد الخطر شيئا فشيئا مع نقل الولايات المتحدة الأمريكية حاملات طائرات وسفن أخرى إلى المنطقة إضافة إلى حشود عسكرية أمريكية في طريقها إلى المنطقة من جانبهم يرى مسؤولون إيرانيون أن هناك عاملا آخر يؤدي على توتير الأجواء بين أمريكا وإيران من خلال رغبة بعض الدول بحصول مواجهة عسكرية بينهما خبراء في الشان الإيراني يرون أن ترامب يريد الضغط على إيران لإعادة التفاوض من جديد بشان الملف النووي وبالوقت نفسه لا يريد اندلاع أي حرب عسكرية مع إيران وأن كل الأطراف تسعى لتجنبها وعلى الرغم من كل هذا فإن عمليات الرزد والتحليل تتواصل بشكل مستمر لما ستسفر عنه عمليات التصعيد الحالي حيث يرى الكثير من الخبراء أن ما يحدث اليوم هي بمثابة ضغوط متبادلة لتحسين شروط التفاوض بين الجانبين والوصول إلى حلول ترضي الجميع اشتركوا في القناة